أخير يعني لأصداره وأنه سيكمل المباراة الدوري بعد كأسرهم الأفريقية هو اعتراف صريح وواضح جدا بحقية الأهلي في كل طلباته ووضع الأهلي أو رؤية الأهلي في كل طلباته وزي ما قلت لك موقف الأهلي كان طبعا في الأساس يعني أنا فيها حاجات تخصصية بتاعة القرى وفي حاجات بتاعة الجهاز لكن في حاجات بتبقى رؤية فيها أشمل لمجلس قدرة النادي الأهلي اللي هو الحرية في اختيار قراره لكن أنا بتكلم من وجه النظر ليه يعني انت بتكلم عشان رؤية الأهلي مش للأهلي بس كمان لكل الأندية السنين الجاي وأنه انت تتحط أوحان الوقت أوعيب إن بقى احنا دخليني 2019 وما بقاش فيه دايما مباريات متحددة ومعروفة وما فيش لعبة فيها يعني بقاني اتحاد الكرة هو اعتراف صريح جدا بطلبات الأهلي ورؤية الأهلي وحقية الأهلي في كل طلباته يعني أنا شايف كده يعني هو الحقيقة أنا برضه شفت كذا حد من أعضاء اتحاد كرة القدم بيكلموا على حقية الأهلي في كل طلباته اللي طلبها تقريبا حسنا انت بتكلم في 2019 بقى الاسلام يعني احنا لو رحنا أي بلد في الدنيا أي بلد في الدنيا هتبقى واضحة صحيح يعني هو موسم كان بيتقالي علينا استثنائي بس لما تدرسوا قول استثنائي يعني بتعطى حدو كرة عليهم من هما لما يجوا لولا استثنائي على الأهلي بس نعم عما تيجي تسمع الواحد يقول لك احنا سكتنا مثلا عشان الأول كنا بنأجل للأهلي انت بتأجل للأهلي وبعدين ضغطت لأهلي طب لما أجلت للزمالك ما ضغطش الزمالك ليه انت تفكر شعر اتنين شعر اتنين ايه شعر اتنين بنسبلك العمل ازاي احكي لي بس ونبي شعر اتنين ده انا في ثمان في ثمان في ثمان ايام في ثمان ايام كنت بالعب مع مطشوط ولا حاجة اه يعني يوم اتنين لعبنا مع وما بتفرقش عندهم ما كانش بتفرق عند حدو كرة مسلا انت بتلعب في افريقيا اللي بتلعب في مصر اللي بتلعب في برج العرب اللي بتلعب في بترو سبورت اللي بتلعب في تنزانيا ما كانش بتفرق إنه يوم اتنين لعبنا مع сيمبة يوم خمسة ده في برج العرب يوم خمسة كنت بلعب ولما حاولنا ننأجل المبارسة عيتها ولا حاجة ممكن اجرها يوم تقريباً وتقريباً الحرس رفض لا الحرس مرفضش على حاجة هو قال لك يعني معلش الجدوى المضغوط وانتو عندوكم موجلات كتير هي باختصار شديد جداً انت لما تقال لك اضغط عشان انت عندك موجلات كنت ممكن تضغط الآخر عشان برضو كان عندي موجلات انت ما عملتش كده انت بتروح عارف نص الجواب نص الجواب يقول لك انا بأجل عشان النهائيات طيب اجلت المباراتين بتقول لك انا ذكرتهم في الاول ليه لا وبعدين يقول لك ايه طيب ماشي مافيش مشكلة ما هو برضو عشان بيوصل النهائيات طيب ليه ما ضغطوش عشان كان عندي موجلات بعد النهائيات زي ما عملت معايا ما هو انت ضغطيني امتى ضغطيني في شعر واحد واثنين شعر واحد واثنين شعر واحد واثنين انت كان عندك من يوم ستة وعشرين ليوم ستة اتناشر يوم اتلعب في يوم كم مباراة المفروض اربعة تهياتي او خمسة ده اتلعب في يوم مباراتين لزا مالك تلعب مباراتين لزا مالك اليومين دول لحسب نساعات تلعب تلاتين وتلعب تلاتة اه تلعب تلاتين وتلعب تلاتة عشان كده نادي ايه كان مصر ان هو يخلص الدولي قبل بداية البطول الاهلي فضل منتظر يعني احنا اتعامل مش اتعامل فينا احنا اتقال كده يعني ووضع طبيعي جدا ان هو يمشي بالخطوات اللي مش بيها الاهلي فلما لقيت سكة تانية مختلفة لا انت مطالب ان انت تدفع عن حقوقك مهما كان بتتعامل مع مين يعني وهيكمل النادي الاهلي في الدفاع عن حقوق طبعا هيكمل النادي الاهلي في الدفاع عن حقوق لكن انا بقولك انا برضو كجهاز فاني ما ما عنديش سلطة ان انا اقول اتجاهات الاهلي ماشي ازاي بالشكل ده طبعا انا بكلم على الجزء ده لكن برضو اه في وصفك للمشهد كرة القدم الحالي شا pentru شكرا